بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله حليكم الله جميعا ومع درس جديد من دروش الشرحي روايتي بوش من طريقة الشرطبية وقاف العيدة قولي تعالى وما يستوي لعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي لحياء ولا موت لعمى نقل حركة لمزاق للسكن قبلها وفيها داتياء فيها الوجهان فتحون وتقليل والبصير ولا الظلمات في الوصل راء مضموما قبل هي السكن ترقاقوا أرع وفي الوقت ترقاق جمع قراءة في الوصل الخاصة للأزرق لحياء نقل حركة تمزيئة للسكن قبلها وفيها مدمن تصرف الإشباع لموات كذلك نقل حركة تمزيئة للسكن قبلها يشاء مدمن تصرف الإشباع وما أنت مدمن فاصر في الإشباع إن أنت إلا نذير إن أنت نقل حركة تمزي إلى الساكن قبلها إن أنت إلا نذير إن أرسلناك في الوصل نقل حركة تمزي إلى الساكن قبلها ونذير فيه راء مضمومة قبلها هي الساكنة تلققوا الراء بالأزرق خاصة وفي الوقف الجميع يقول راء إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إن أرسلناك بدون الفصل في الإشباع بشيرا ونذيرا وراء مفتوحا قبلها حرف ساكن تلققوا الراء في الكلمتين من أمة نقل حركة تمزي إلى الساكن قبلها من أمة إلا نقل حركة تمزي إلى الساكن قبلها إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك في الوصل راء مضمومة قبل الساكنة تلققوا الراء ليه الأزرق وفي الوقف تورقه لجميع القراء وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير جاءتهم مدمن تصرف الإشباع ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير أخذت إلغام الذر في التاء نكير في الوصل فكيف كان نكيري ألم تر أن الله بيأز إذا في الوصل طبعا نمد ست حركات لأنه من قبل المد المنفصل وفي الوقف نقف فكيف كان نكير براء الساكنة لأن الياء تثبت فقط وصلا لا وقفا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة نلوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف نلوانها وغرابي بسودة من السماء ماء مدان متصلا فيما الإشباع ستحركت مختلف نلوانها نقل حركة لمزائر الساكني قبلها كذلك مختلف نلوانها نقل حركة لمزائر الساكني قبلها ومن الناس والدواب والنعام مختلف نلوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور والدواب مد كلمي لازم متقل في الإشباع ولا نعام نقل حركة لمزائر الساكني قبلها مختلف نلوانه كذلك نقل حركة لمزائر الساكني قبلها إنما يخشى في الوقف لنوجه فتح وتقليل لأنه يخشى من دواة الياء وفي الوصل لن الفتح الالتقائي الساكنين العلماء هذا مد متصر فيه الإشباع طبعا الهمزة الرسمة على الواو العلماء وإن الله همزتان من كلمتان مختلفتان في الحركة الأولى مضمومة والثاني مكسورة طبعا الثاني لنفع وجهان التسهيل بين بين وابدرها وواو خالصة وجهان إن الله عزيز غفور من الذين يتلون في الوصل نقل حركة لمزائر الساكني قبلها إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور الصلاة لم مفتح قبل أصاد مفتحة غلظ لم سراء راء مفتحة قبل كسر طرق قوة الراء ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه وفور شكور ليوفيهم أجورهم الصلة من الجمع وهو من قابل لمد منفصل في الإشباع من فضله إنه مد منفصل فيه الإشباع هذا ما فتح الله لنعز وجل فهد الوجه لعلم وإنط الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلا وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر